ترجمة نانسي قنقر اشهد سعادة وزير التربية والتعليم بالتعاون القائم بين الوزارة وشركة مايكروسوفت والذي ساهم في ازدياد اعداد المدارس الحاصلة على لقب مدرسة حاضنة للتكنولوجيا من 14 مدرسة في العام الدراسي الماضي ليصل الى 33 مدرسة هذا العام واوضح سعادته ان الاتفاقية التي تم توقيعها تتمحور حول عدد من الركائز الاساسية التي تشكل اطار عمل مشروع تحول التعليم الذي تقدمه مايكروسوفت ان وزارة التربية والتعليم في العهد الزاهر لسيدي حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه قطعت شوطا كبيرا في مجال المنظومة الالكترونية انطلقت من اساس قوي جدا وهو مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والذي اتى بتوجهات ملكية سامية صارت عليها وزارة التربية والتعليم وحققت مراحل متقدمة اتضحت في كل ميدان سوف تسهم هذه الاتفاقية في حاطة وزارة التربية والتعليم ومنتسبيها بكل ما هو جديد في المنظومة الالكترونية وطريقة التعامل معها ومع مستجداتها سعيدين في هذا اليوم بتوقيع اتفاقية التحول الرقمي بين شركة ميكروسوفت وحقومة امريكا البحرين ممثلة في وزارة التربية والتعليم هذا يوم تاريخي بالنسبة لنا في ميكروسوفت هناك تعاون دائم منتدى لسنوات طويلة الحمد لله وسيستمر ان شاء الله لسنوات قادمة بعونها هناك اربع محاور رئيسية ستركز عليها الاتفاقية طلبات المدارس الذين يكون هم المحور الاساسي في هذا التحول الرقمي ان شاء الله مرة اخرى سعيدين جدا نبارك لوزارة التعليم هذه الاتفاقية نبارك لانفسنا كذلك هذه الاتفاقية ونأمل ان شاء الله خير عام كبير لنا ولهم في المرة القادمة سعادة وزير التربية والتعليم اكد على جملة من المحاور ايضا حول هذه الاتفاقية وهي تحفيز منتسبي الميدان التربوي على التخطيط لاحداث التطوير المنشود في العملية التعليمية وخصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي وغير ذلك من المتطلبات والمهارات الحديثة وتشجيع الطلبة ومسندتهم في تطوير مهاراتهم بناء القدرات على مستوى الوزارة والمدارس والمعلمين والطلبة وتوفير البيئة الرقمية التي تتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين اهتمام مملكة البحرين بالعملية التعليمية والارتقاء بها يؤكد على اهمية التعليم في بناء جيل مثقف وواع ولغة الارقام تؤكد على ان النتائج المميزة تحققت على ارض الواقع بحصول ما يقارب من 3000 معلم ومعلمة من 33 مدرسة حكومية وخاصة حاطنة للتكنولوجيا على لقب معلم خبير بما يجعل مملكة البحرين من الدول المتميزة عالميا من خلال مقارنة عدد الذين حصلوا على الشاهدة الاحترافية بعدد السكان